موسيقى بفاميلي اليوم موضوعنا تعزيز السأب النفس عند الأولاد وضيفتنا هي هلا حايدر استشارية نفسية وإدارية أهلا وسهلا فيك السأب النفسي هي هجيس عند الأهل حتى اللي فعلا الولد يكون قادر بوقت من الأوقات يصير عم يتكل على حاله لأنحنا عادة أن الأهل يخلوا أولادهم يكون عندهم سأب نفسهم بيصيروا عم يعملون كمبليمانات كل الوقت بطرينك تبوشت ايه وعمل هيك وسهو هي بس شو هي أو هالشي السأب النفس السأب النفس هي إحساس أو شعور الإنسان بقيمته ومعرفته لقدرات ذاتية سواء أمام نفسه أو أمام الآخرين والسأب النفس هم تترجم بتصرفاته سلوكه أراءه وحتى حكيه مع الناس ببين إذا هذا الشخص عنده سأب النفس وعنده نقص ثأب النفس بس يعني في حدود بين الثأب النفس وبين الوقاحة يلي الأهل كمان بيجربوا أنه يحافظوا على هالأكليبر ويلي من نهين لأ من نهين في شعرة بينتهم وهون الأهل بيلعب دور كتير مهم بتنشقته تربيته لهذا الطفل لحتى لنعرف إذا عنده الثأب النفس ولا وقاحة يعني فينا نحن نحطه بإطار لأ هذا السأب النفس وفينا نعلمه الفرق بينتهم اتنينتهم وهوني لما عم نحكي عم نحكي عن أي عمر يعني بلش الواحد يقدر أول شي يكتشف إذا الولد عنده سأب نفسه أو كمان يحضره لا يكون قادر يكون عنده واسق من حاله هلأ هوني ما فينا نقول نكتشف عنده سأب النفس لأنه السأب النفسي بيكتسبوه من المنشأ يعني من وقت ما يخلقوا ليصيروا ولد تين ايج ولا يكبروا أدلس من وقت ما يخلقوا الولاد فينا نحن بالبيت حسب التربية حسب المجتمع المنشأ المدرسة هذا كله بيلعب دور أساسي بتنشقته للولد أو تنمية السأب النفس اللي عنده نظر من أول ما يخلق أول ما يخلق شو هي الظروف المحيطة أو شو هي الظروف بالعائلة أو بالبيت اللي رح تكون عم بتخليه مرتاح عم بتخليه حاسة حاله بقيمته ذاتية اللي كنت عم تحكي عنها هلأ هون الأهل بلعب دور دلال الزائد ما يكون في دلال زائد وما يكون فيه أوفر بروتكتيفتي للولد ونخلي الولد يغلط يعني الولد يعمل مش أنه ممنوع تغلط قوعة وما بيسوى وقوعة تجرب هو كله يتون نحن نكون عم نحددله للولد من سأته من نفسه من شخصيته لأنه مش عم يجرب لأنه مش عم يجرب ونحن ما عم نخليه عم تكون كتير أوفر بروتكتيف أو كتير عم ندلل أو كتير منخافه وقوعة وما تجرب هذا بينعكس على الولد بالمدرسة هون المدرسة تلعب دور بتعزيز السأب النفس عند الولد أو تنقيصه يعني إذا نحن أهملنا طفل على طفل أو فضلنا حدا على حدا أو خاصة بير براشر أو بولينغ اللي بيصير بالمدرسة يعني الولد يقول لتاني أنت ما بتفهم أعود أو مش مظبوط اللي عم بتقوله بيسيطر عليه هيدا كل الولد بيرجع بينه بالحال ويقول مظبوط يمكن أنا مني جود إناف لأطلع أحكي أو شي مع أنه إذا بناخد نحن ولدين بنفس الصف يمكن تنينة ويكونوا أسكية وعندوا تنينة ونفس الأجوب الصح وإذا سألت المعلمة هون بتشوفي الولد اللي عنده سأب نفسه بيطلع بيحكي بينما الولد التاني اللي عنده نفس الجواب وصح ما بيجاوب هون بيبين مين عنده سأب النفس أكتر وهون بيبين قدي الأهل مشتغلين على الولد بالبيت بس فيه أوقات شخصية متحفزة أو خجولة يعني وهيدا ما أنه شي مش منيح مظبوط فيه شخصية خجولة ومنغلقة على نفسها ببعض المدرات بالبعض المدرات فيها تكون أكترين وفيها تكون عادي نيوترين أنه الولد بيخجل هلا الولد اللي بيخجل فيه عنده أكترسايز يعملون فيه دور الأهل يحطوه بأكتفتي دايما وخاصة حطوه كمام مرات بأكتفتي ما يكون فيه المحيط بيعرفون كتير يعني يعني لا يستخدم لرفقاته للناس اللي بيشوفها دايما فيهم يخدوه على ما بعرف أكترسايز سوكر أو رواتفر يكون جديد على الولد بيكتشف حاله أكتر وبيتعرف على المحيط وبيصير أصحاب معهن وهون ما بنكون نحن عم نبس عم نحد الولد أنه هيدا محيطك أو هيدا صفك بس يكون فيه هلأ خيانا يخد الشغلة من يعني إطار تاني أو من ميلة تانية إمتى بالعكس الأهل بيكونوا عم بيكون عندهم دور بالعكس بأنه يقمعوا هلا سأب النفس أوكي القمع سأب النفس هي لما نكون نحن عم نعطي negative comments للولد أو نكون عم يخبرنا شو عم بالصف بالمدرسة مع رفقاته ونقل له ليه عملت هيك مين قالك تعمل هيك أو عتنعمل هيك مرة تانية هون نحب نركز كتير أنه حتى الولد لو غلط ما تركزي على شخصيته ما تركزي أنه أنت عملت غلط هيدا البيهيفير اللي عملته غلط وعطيه له هو يعطيك الجواب next time مرة تانية شو لازم يعمل أفضل يعني أنت غلطت مع رفيقك بهذا الحكي أو أنت كنت عم تلعب مع حدا ومعملت شيرينج next time مرة تانية شو فكرك شو برأيك أنت تعمله أحسن هوني منحب الولد يعمل healthy mistakes أو healthy risk لأنه هوني بيتعلم منه مثلنا أنا وأنتي وكلياتنا بتعلم من أغلاطنا فالولد لازم يغلط بس ما عم نغلط هون أغلاط كتير كبيرة تكون healthy بس هالأوقات كتير لما منكون هلقدم دربين أولادنا على أنه يكونوا عم بيجربوا ما يغلطوا عم يعملوا تنقل اختباراتهم وبعدين عم نرجع نقيمها سوا يعني ممكن عم نكون صحيين قد ما فينا قد ما منقدر بيرجع بيتواجه بي المدرسة مع غير أولاد ما بيكون عندهم نفس الطريق وبيحسون أنه لأنهم بيعيدوا حساباتهم هالأولاد الآخرين بفكرون ضعاف نو لا هون نحن بدو يجد يدخل دور الكاؤنسلر أو المدرسة مع الأهل يعني الأهل بيأخذوا موعد من الكاؤنسلر بالمدرسة وبيحكوا معه بيقولوا له شو عم بيصير معه هيدا الولد هون نحن عم نلعب كتير دور إيجابة مع الولد الثاني يعني ولد الثاني لما يبعت وراء أهله ونحكي معهن يمكن الأهل ما كانوا عارفينين أو ما خاطر بينهم ابنهم عم بيعمل هيك بالمدرسة هون نحن نلعب دور كتير إيجابة مع الولد الثاني هيك يعني قد ما فينا بكون نحن نساعد ولدنا وعم نساعد الولد الثانين ليتحسنوا ويكونوا أفضل بالحياة وبالمجتمع بما أنه عم نحكي عن المدرسة الولد بيقضي معظم وقته بالمدرسة بعمر معين أكتر بكتير ما بيقعد بالبيت حتى بأيام الفرص ممكن يكون عنده اكتيفتيز بالمدرسة ويكون موجود مع هالكمية الكبيرة من الشباب والصبايا الصغارية اللي من عمره المدرسة هون كيف بدأ تكون قادرة أنه تحيط هالولد هون دبانس على المدرسة شو قانونة بالمدرسة شو البوليسيز لقالها هني كيف أغانست بوليينج شو بيعملوا يعني في مدرس كتير كل شهر وشهرين بيحكموا على الولاد وبفهون أنه ويقار أغانست بوليينج وهيدا ما لازم يصير وكيف لازم نحكي مع بعض وكيف لازم نتصرفوا مع بعض ويكون في مراقبة بالملعب كيف عم يلعبوا مع بعض وإذا حد عمل ضرب تاني أو عمل بولينج لتاني أو قال له كلام بيسيء لقل له هون لازم يتخذوا الولادين اتنيناتهم ويعملوا له مثل كونسلينج ساشن مرة بالشهر وحسب المدرسة شو بتبعه وهون الأهل لازم يكونوا موجودين يعني مع هالولاد أو موجودين حده لما بيكون عنده مشكلة مع البقين أو مع الولاد من عمره أو لازم يكونوا عم يتركوه هو يحل مشاكله بييده أول مرة لازم الأهلين يعرفوا بالموضوع لازم ينقال للأهلين شو عم بيصير مع الولد لحاله الولادين تنيناتهم بيكونوا مع الكونسلور وبيحلوا مشاكلهم هون الولد بتعود شودي وبيتعلم أنه إذا عنده مشكلة لازم هو يحلها إذا المواجهة ضرورية أكيد ما لازم نحن نرجع للأم أو البيئة وندقلهم تليفون ليجوا وهون شيء كتير مهم زكاة تيه أنه لازم نعلم الولد ونفهم الولد أنه مش قيمة ما صار معك شي أنا بدي إجي أنا بدي إدخل لازم أنت تحلن هوني أكثر صارز كتير حلو بنعمله مع الولد إذا أنت بتشارك الولد بأصصك أصص صغيري أدعى لاته أكيد يعني أنا صار معي اليوم بالسوبر ماركت هيك شو رأيك أنا غلطت مرتين يعني كيف لازم أتصرف هوني عم بتعزيله ساقته الولد بنفسه أنه أنت الأدلت عم توسق بولد عمره 10 8 9 years old هو عم بيقلك رأيه فيكي هاي دي كتير تلعب دور أساسي بساقة الولد مشان هيك نحنا دايما منركز ومنقول بليز الأهل يكونوا موجودين مع الولاد يكون عندهم الكميونيكيشن معهم لأنه الكميونيكيشن استبس كلهم أنه يكونوا لكن فيه أخذ وعطى مع الولد أنه يكون عم يرجع على البيت يخبر شو عم يصير معه بالمدرسة كمان شغلة كتير مهمة نالحايدر سيجارية نبتية وإدارية شكرا لوجودك معنا شكرا لك ناخد واقفة هلأ مشوف شو عم يصير بالبلد ونرش شو عم يصير